أنا شايف إن إحنا ماشيين في علاقة مفرغة وكله بيحدف على كله وكله بيمر الشايب اللي بعديه بس في لعبة شاب حتى في حكم اللي بيتمسك الآخر بالشايب بيتحكم عليه هنا مفيش حاجة طيب الحقيقة لأستاذ جمال علام هو من نفسه اللي اطلع مع الأستاذ أحمد موسى وتعهد إنه لو تم كشف مين المخطئ هيكل عقاب وقال سعيدها ما معناه ياهو هيمشي يا إما أنا همشي لأن أنا المسئول يعني قال له أنت المسئول قاله آه أنا المسئول هنفكرك يا أستاذ جمال يا أحمد بيت أنا لو عندي خطأ واتفهم خطأ الداخلي أنا هحاسب المسئول لأ عند حضرتك مسيبة مش خطأ مصيبة أنا بقول لك حيتحاسب لو أي حد جوه حيتحاسب أنا رئيس للاتحاد أنا لو مسئول في المكان أو عندي شجاعة أطلع تارفوا أننا أخطأنا وسلاموا عليكم لو أنا أخطأت حطلع أقول لك أنا أخطأ لو انا اخطأت هطلع اقولك ان اخطأ ايوه طبعا طب يا جمال نروح لمين يقول مين اللي اخطأ في لجنة قانونية على اعلى مستوى بتقول الاتحاد اخطأ لا اعتذرت ولا حسبت ولا قلت ان اخطأت ولا اقترحت الاستقالة عشان نقولك لو النبي ما تمشيش احنا ما نقصدش المشيك مش هنفرح انك تمشي لكن لدي في حقوق بتتاخد ما ينفعش الامور تضرب الطريقة دي انت بتكافئ المختحة لا ده هو متعمد هو بعد ما اطمقنا على ان ما فيش خلاص قرار حيزر من الوزارة طلعين على السال اللي بيتحاكوا وبياخدوا القرار اللي يضايقوا بيه الناس كله اما كلام يعني يا جمال بي حازم امام يطلع وقولك اللي عندنا غلط هنقول بعد يقولك والنبي متأسفين جدا انه كومي ايه حكات متأسفين دي السادس عاد علي بيقول لك هابتن حازم هو انت مش متقدم لبنتي عشان تعتزلي على خطأ صحية انت بتعتزل عن ايه انت راجل منوت بيك التنظيم وطمقنت الاندية ان لها حقوق سوف تحصل عليها وان ما يحصلش اخطاء مؤسرة واخطاء متعمدة خلاص الموضوع بقى باين جدا الخطأ متعمد لانك انت مش بس ما بعدش جاف معاده ده انت شلت منه الفقرات اللي تهمنا كلنا فكلام اذا ما حسبتوش لن يسقط الامر بتقادم ودحنا وانت وربنا دينا العمر